الحكاية انك انت طول الوقت عايز خناءة سين اوساد هجماعة ببساطة شديدة محمد صلاح اصيب رايح يتعالج في انجلترا هيرجع بازن الله على منتخب مصر في السيمي فاينال والفاينال وده اللي بيأكدوا النهاردة لو كان كمل مع منتخبنا في كود ديفوار اه كنا هنستفيد اللي انت كنت عايز ده اللي هو ايه استفادة معنوية وهو قائد لمنتخب مصر لازم كان يكمل معاهم بس ممكن مايلعبش مايكملش غالبا ما كانش ايلعب لا سيمي فاينال والفاينال لو وصلنا لهم ان شاء الله فالاحسن بالنسبة لحضرتك انه يقعد يدينا الطاقة المعنوية والطاقة الايجابية العظيمة لعيب المنتخب ولا يروح يتعالج ونحاق نستفيد منه في ارض الملعب يلعب كورة فين الجدل وفين الخناع وفين الحوار احنا ليه بندخل نفسنا في حوارات واسعة وبعدين مليار مرة هقولها يا جماعة سيبوا اللي يقول يقول يعني كريم قال انه محمد صلاح ما غلطش سين اللي على يمينه قال انه محمد صلاح غلط اللي على يساره قال محمد صلاح اجرم اللي عايز يقول يقول احنا بقى بنتخل مع بعض ليه اذا كان هو نفسه بيقول انا مش شايفكم اتسمعكم ما بيسمعش يعني ما بيسمعش عشان اوام عايز يركز في شغله احنا بقى بنتخل مع بعض ليه وتلاقي واحد رادل على واحد تاني يقول له يا اتا انت عمل وانت بتطبل وانت 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 وباسوأ الالفاظ ده ايه عايد يعني اولا احنا كلنا بدون استثناء اعلاميين وجمهور وشعب مصري بالكامل كلنا عندنا هدف واحد اكيد لمنتخمنا ربنا يكريموا ان شاء الله في كاس الوام الافريقية كلنا نفس الهدف صح احنا بقى في اللي تحت الهدف الاساسي ده بنختلف ليه مش بنختلف بنتخاني ليه ما تفهمش ما تيجو نعمل حوار ما تيجو نعمل قصر لدرجة انه النهاردة يعني هقولك هقولك التفصيل ناس كتير قوي من اللي كانت تنتقد محمد صراح او التهاجم محمد صراح هو مستقبل علينا ليه ما يخش يكتب كلمتين ولا يقول اي كلمتين تمام هم هم نفس الناس والله عن مراقبة بشوفهم يعني الراجل دخل كتب الكلمتين قال ايه ده ايه ده هو يصح يعني يطلع لسانه للجماهير المصري امني ما هو لسه قيل بحبها وبحب شعبها وبحب الناس فيها وبحب ناسها عاكي مش بيطلع لسانه الناسها اللي هو لسه قابلها بسطر بكلمة كاتب بحبهم هو بيطلع الليموجي بتاع الليسان ده لبعض الافراد اللي كان نواياهم السليمة ضد محمد صراح بطريقة النقض والهجوم واقرر تاني محمد صراح يا جماعة لعمره أسهر مع منتخة مصر لا في تصفيات ولا في بطولات ورجعوا كل الأسماء الأفريقية التاريخية في المنتخبات الكبيرة اللي على مستوى محمد صراح مستوى الصف الأول في العالم ده بتلكم اعتزروا على منتخبهم في بطولة اعتزروا عن منتخبهم في مباراة اعتزروا عن منتخبهم في تصفيات بتلكم عملوا كل حاجة كنت بتتكلق أنا بقولك على مستوى الأرقام أنا مش بقولك كلام حبا في محمد صراح وكأن حب محمد صراح ده لما تقول ما سيه دلوقتي اللي بتقوله أنا بيحب محمد صلاح إيه الحق ده بيحب محمد صلاح المجرم شرير إيه العيب يعني بتشوفته حد زي محمد صلاح ده قبل كده مع كامل الاحترام لكل أساطير ونجوم كرة القدم المصرية هو عد علينا محمد صلاح ده قبل كده ده احنا بنقول يا ربنا بس العلم بالغيب يعني وفي اللي هيحصل في المستقبل بس هل انت حتى شايف في المستقبل القريب حد زي محمد صلاح ما احنا بكرا إن شاء الله يعني لما محمد صلاح بعد وقت طويل يعني يعتزل كرة القدم هنقولي هيا هيا ولا يوم من أيامك محمد صلاح لما بجلناش لعيبة زي محمد صلاح تاني ليه